رأى تقرير بريطاني أن قضية مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق رغم عدم وجود موافقة نهائية حوله من بغداد وواشنطن صار بحكم الاتفاق المبرم وينتظر الوقت فقط لأجل الإعلان عنه وذكر تقرير لموقع ميدلو إستعيال بريطاني أن المفاوضين الأمريكيين والعراقيين اتفقوا على الانسحاب من العراق على مرحلتين الأولى في أيلول 2025 وثالثة أواخر العام 2026 بسبب تعرض القوات الأمريكية لهجمات متكررة من قبل وكلا إيران لكن التقرير أشار إلى أن الاتفاق ما يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من جانب القادة في بغداد وواشنطن إلا أنه يعتبر بمثابة اتفاق مبرم مضحانا أن إخراج القوات الأمريكية من العراق يمثل هدفا لإيران التي تتمتع بنفوذ كبير على جارها العراقية من خلال علاقات الطاقة والدين والميليشيات التي تضم عشرات الألاف من المقاتلين ترجمة نانسي قنقر